السلام كنا كنا سمعوا بأن رمضان والصيام لديهم فوائد كثيرة على نفس الجسدين وفي هذا الفيديو سأنتظر لكم على بعضنا هذا الفوائد فقدان الوزن دراسة بيناس أن الصيام في شهر رمضان كان قص معدل 1.51 كيلو جرام عند الرجال و0.92 كيلو جرام عند النساء وعلى الرغم أن الاستمراء والحفاظ على هذا الفقدان ديال الوزن ماشي ديما كاين من بعد جوش سلسل الأسابيع من بعد رمضان فإنه صفة عامة الوزن من بعد شهر رمضان كيكون أقل من قبل شهر رمضان وحتى إذا رجع الوزن دياله من بعد رمضان داك الفقدان ديال الوزن المؤقت سهو عنده منافع والدراسات بينات أيضا أن الناس اللي عندهم سمنة كينقصوا الوزن كتر من أصحاب الوزن العادي بالإضافة الصيام عنده دور في انخفاض الكوليستيرول سيئ في الدم وارتفاع الكوليستيرول جيد لمدة تصل إلى شهر بعد رمضان مرض السكري الصيام ينقص من مشكلة مقاومة الأنسولين الطريقة التي نشرحها مصفة عامة الخلايا الدهنية تفرز مجموعة من أديبوكين والأديبوسيدوكين مع السمنة تكون هذه الخلايا أكبر وتفرز كمية أكثر ومن بينها كينة هرمون الليبتين وكذلك يكون نقص في الإفراز الديبونيكتي والليبتين ميكاسكومبكترا تعطيه مشكلة لمقاومة لهذا المركب ومقاومة الليبتين تدور في مقاومة الأنسولين والصيام يقدر ينقص من الليبتين في الدم وبالتالي يحضم المشكلة لمقاومة الأنسولين صحة القلب والشارعين الصيام ينقص من ضغط الدم ويحمي عضلات الغلب من اعتلال عضلات القلب المزمن الذي يكون سبب نقص طروية عضلات القلب اسكيمي ميوكا ولكن بالنسبة للناس الذين يتبعون على أمراض من أمراض القلب يستشهرون يسمعون الطباب لأن الجفاف وقلة الماء يقدرون يزيدون من حدة الماء وحتى اضطرابات النوم والأكل يؤثروا سلبياً على بعض أمراض القلب في هذه الحالة الصيام يكون خاطئ لذلك لا يستشهرون الطباب على الجهاز العصب الصيام ينشط حماية الخلايا العصبية وإنتاج خلايا عصبية جديدة علماً أن الخلايا العصبية هي أقل خلايا تكاثراً بالعكس الخلايا الجلدية مثلاً في عدة أيام هذا الشرح يبراً لأن الخلايا الجلدية تكاثر بسهولة هذا العكس الخلايا العصبية إذا ماتت خلايا عصبية بسبب عادة غير صحية وعادة سيئة طعب أن الخلايا تعود الصيام إضافة لذلك ينشط إفراز BDNF الذي يحمل خلايا العصبية وينشط تكاثرها على مشكلة التهاب الصيام ينقسم المؤشرات للتهاب بحل الموسيستيين CKB أنتغلقين سيس أنتغلقين أنت نف ألفا ويزيد من الهرمونات المضادة للالتهاب ويقوم في العلم أن هذه المؤشرات للالتهاب والتوتر في الجسد هي المسؤولة على الأمراض المزمينة حتى بعد شهر رمضان دراسة تكتبين استمرار الخلايا في المؤشر وهذا الشيء يعني أن الصيام مفيد حتى على المدى البيع على مرض الصراطة الصيام يحمل خلايا ضد ضمار للدين ديالة ويضمر الخلايا لم يصلح ويضبط مستوى المسؤول عن النمو وضمار الخلايا وهو الذي يحدد ظهور صراطة بإضافة إلى ذلك دراسة تبينات أن الصيام مضاد الشيخوخة ويجعل الحياة أفضل وذلك من خلال أن يحمي أمراض المزمينة نرى الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي يوجد بكتيريا الصديقة للكولون هي بكتيريا متوجهة طبيعيا في جهاز الهضمي وهي لديها ضور كبير والاختلال لها لديها دخل كبير في الأمراض المزمين الصيام يلعب في الضور على هذه البكتيريا الصديقة للكولون والذي يمكنهم تقوية المناعة والجسم الصيام أيضا يريح الجهاز الهضمي قد تكون معيدة فارغة الانتصاص يكون أكثر فاعلية ولمساو أن الصيام يحسن مشاكل الهضم والمعدة تفرز كمية أقل من الحموضة وهذا هو القاية من مشكلة حموضة المعدة على الجينات صفة عام مع نماط الحياة يؤثرها للجينات والتعبير والتي يحب الظهور أمراض مزمينة أولى يعني يقدر يكون إنسان عنده جينات لم يتمشي التعبير ولم يتمشي التعبير ولم يتمشي التعبير والصيام يزيد من التعبير الجينات المضادة للتهاب والمضادة للأكساد التنقي أو ما يسمى بلوتوفاجية عملية التي تفعل الجوع وقلة الأقل والصيام وذلك مع قلة خزان كليكوس التنقية تمكن من تخلص إعادة تدوير الخلايا الغر الصالحة وبقية الخلايا والبروتينات وهذا ما يعطي صحة أفضل والصيام مع ذلك يساهم في إفراز هرمون النمو والذي يمكن في نفس الوقت من نمو خلايا جديدة وأخيرا وليس أخيرا ما ننسى الجانب النفسي رمضان قبل كل شيء هو شهر العبادة والمغفرة وكلمنا الرحمة بالإضافة لداري دراسة بينات الصيام كانت قسم الكتئاب والتوتر وهذا ما كان في هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا إذا لديكم سؤال وقلوا لي في كومنت لا تنسى تشتركوا فيديو من هذا الأيام اللي بقيت دي الرمضان وتعالى وفراسك ترجمة نانسي قنقر